مصارين شغال فيهم مصر على التوازي في نفس الوقت خطوات وإجراءات بتحاول تسعى إليها الدولة المصرية لإقرار هدنة جديدة أو قد نصل إن شاء الله إلى وقف إطلاق نار وفي نفس الوقت بتسعى الدولة المصرية لإدخال مزيد من المساعدات نحن شايفين الجو عامل إزاي لا يخفى على أحد المعاناة اللي بيعيشها الأشقاء في فلسطين وعشان كده بتحاول الدولة المصرية في مزيد من الدعم الذي يقدم للأشقاء لتخفيف معاناتهم مصارين شغال فيهم الدولة المصرية في نفس التوخير الحقيقة هم مش مصارين هم مربعة يعني المصاري الأول منذ البدء العدوان على طول على غزة وبدأت مصر على المستوى الدبلوماسي والمستوى الدولي جهود مكسفة ودعا فخامط الرئيس لمؤتمر في مصر مؤتمر للسلام في مصر ومبادرة وكان لهذا المؤتمر صدى واستجابت له أغلبية صاحقة وتبنى استراتيجية موحدة لفكرة الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية والدولة الفلسطينية بالكامل وأن غزة يجب أن لا يهجر أهلها وأن سيناء يجب أن تكون خط أحمر في هذا الأمر ولا يجب تصفية القضية الفلسطينية والعالم كله كان أحد المحاور الانطلاق الأساسية للكلام ثم بدأنا على المستوى الدولي في مجموعة كبيرة جدا من الزيارات المكوكية لمعالي وزير الخارجية استطاع بجدارة أن يقنع العالم بأن ما يحدث في غزة من عدوان إسرائيلي غزة ليس دفاع شريع عن النفس كما كانت تدعي إسرائيل ثم انتهينا من هذا الملف ثم بدأ في إقناع الشركاء الخارجيين أوروبا وأمريكا وغيره وزهروا للكونجرس وغيره لأنهم إقناعهم أن ما يحدث في غزة مأسايا إنسانية وأن العالم يجب أن يكون له هذا الأمر ثم بعد ذلك تم التنصيق بين الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ومصر حول احتواء الأمر وهدنة ونجحنا في هذا الأمر نجح كويس ووصل الجهد السياسي الدولي عنفوانه عندما دعينا الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن يذهب إلى مشارف غزة ويطلع بنفسه على المأساة الإنسانية الشديدة التي عيشها أهلين في غزة واستطاعت مصر أن تغير وجهة نظره عن ما كان يتبنى من قبل حتى أن الأمين العام تعرض لبعض الانتقادات من جانب إسرائيل وأيضا موقفه في قرار مجلس الأمن الذي هو من كام يوم هذا الأمين العام بنفسه قال أنه يجب وقف كامل لإطلاق النار دون وقف فوري لإطلاق النار لن نستطيع أن نبزل هذا النار فده بالنسبة للشق السياسي عن مستوى العالمي ثم فيه شق السياسي عن مستوى الإقليمي الذي هو تكسيف الجهود مع الأردن الذي هو مجموعة الدول المعنية بالدولة الفلسطينية الأردن ثم قطر ثم المملكة العربية السعودية ثم مجموعة الدول اللي يعنيها الأمر في فلسطين ثم بعد ذلك جاءت الجهود الإنسانية الجهود الإنسانية برضو بارزة وحاضرة عشان بكده بنقول أنهما أربع توجهات الجهود الإنسانية حاضرة بدأت من اليوم الأول بالإصرار مصر رغم الضغوط الإسرائيلية على عدم فتح المعبر وأصرت مصر وبالقوة دخلنا المعونات الإنسانية وشاركنا بأكتر من 80% في قادرة هذه المعونات ثم فتحنا المستشفيات استقبال الجرح من الإخوة الفلسطينيين ثم استطعنا وبجدارة وده حاجة برضو مميزة جدا حتى وضعت الأمم المتحدة في حرج الآن تدافع عنه وهو أن تشرف الأمم المتحدة من خلال الأنر على توصيل المعونات الإغاثة الإنسانية وده كان دور مصر رائع برضو أن الأمم المتحدة هي التي تشرف بذاتها عشان الصلف والتعنط الإسرائيلي في توصيل المعونات الإنسانية حتى أنها في آخر قرار من قرارات مجلس الآن عينة منص خاص الشهور الإنسانية يتولى جانب المساعدات فده برضو كان جانب قوي جدا من خلال المساعدات توصيل المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة ثم على المستوى الشعبي ده الأخير الجهود الشعبية جهود كبيرة طبعا زي ما حضرك شفت الشعب المصري عن بكرة أبيه من أقصى إلى أقصى ومن أكبره إلى أصغره قام والتهب وتحرك وبشكل مكسف للدفاع عن الإخوة الفلسطينيين فجهود المصرية ربعية بصراحة وكانت جهود يعني لو عادنا نتكلم فيها كتيرها مشان نقدر نكمل بالترجمة نانسي قنقر